ما هي الأخطاء التي يمكن أن يتم تلافيها في المرحلة القادمة خاصة إذا كانت الأوضاع كما هي والحكومة كما هي في إسرائيل فما هي الأخطاء التي يمكن أن نتلافها حتى لا تزداد الخسائر؟ أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية هي عملية إعادة إنتاج القديم مع مزيدا من التطرف خاصة بعد وصول أحزاب أكثر تطرفا من السابقة وبالتالي نحن كفلسطينيين نؤمن تماما أن القضية الفلسطينية لها عمق أساسي وهو العمق العربي وبالتالي لا يمكن أن نتقدم خطوة واحدة دون أن يكون لنا عمق شعبي ورسمي وللأسف تجربة العمل العربي المشترك منذ عام 2000 وهي بتراجع مستمر حتى وصلت إلى مرحلة الإنقسام والانشقاقات ولم تعد تجدي أو تتمسك بمواقف تخذت سابقا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبالتالي المهم اليوم أن يقف العرب ويفكروا اليوم لا يوجد أنصاف مواقف اليوم المطلوب مواقف واضحة برفض صفقة القرن لن يعاني الفلسطينيين وحدهم إذا ما أقدم ترامب والإدارة الأمريكية لتنفيذ هذه الصفقة الذي سيعاني هو كل العرب ستعاني الأردن ستعاني مصر ستعاني لبنان ستعاني سوريا وبالتالي الكل اليوم هو في قارب واحد وبالتالي المطلوب من الصوت العربي الرسمي والشعبي أن يرتفع أكثر باتجاه إسقاط هذه الصفقة التي لم تعد ملامحة واضحة وإنما قد بدأت إسرائيل بتنفيذها منذ زمن وقد أعلن ديفيد فريدمان أمام الإيباك بأن المخاوف الإسرائيلية من صفقة القرن قد أخذت بعيد الاعتبار وبالتالي فإن إسرائيل ستحتفظ بالأغوار والقدس عاصمة موحدة لإسرائيل وأعادت تعريف اللاجئ الولايات المتحدة الأمريكية أعادت تعريف اللاجئ بما يتطابق مع تعريف إسرائيل للاجئ نافية أو ضاربة بعض الحائط التعريف الذي صدر عن وكالة غوت وتشغيل اللاجئين وبالتالي أنا أناشد الأشقاء العرب أن يقفوا عند مسؤولياتهم وأن يطلبوا من بعض الذين يعبثون في غزة باتجاه تعزيز هذا الانقسام للأسف بالمال القطري الذي ينفذ استراتيجية نتنياهو التي أعلن عنها في غزة أن يوقف هذا العبد في جوهر القضية الفلسطينية وأن يقال لهم كفى وأن تعود جامعة الدول العربية لتمارس دورها التاريخي في حماية القضية الفلسطينية وفي حماية الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر